وإبراهيم عليه السلام من وسيط لأولاد وصاهم بالتوحيد ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنية إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنا إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت يعقوب برضو قال لأولاده شنو إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون أسعى عليك الله لأقاك زول دايري موت بوصي أهله بالتوحيد ونين قاعدت توصي بالتوحيد ولك هزول قاعد يشوف موضوع الحواشات شوف مصيرنا نحن شنو والدكان بتاع سوق ليبيا يا ناس دايب وصيهم بالتوحيد عشان كده ربنا قالوا وجعلها كلمة يعني لا إله إلا الله كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون شوف إبراهيم دا كان بيدعوا بقول شنو بقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام دايبراهيم عنده كم مناظرة في التوحيد وكم معركة وجدعوه جوى النار في التوحيد بعد دا خايف على رقبته أستلقى واحد عادي قاعد له في الجامع ولا هم يتكلم في التوحيد يقول لك همو لا أنا ما كرهنا الموضوع دا نحنا ما عزبتونا بيه يا أخي خلاص كفاية نحنا ما أنا شعيفنا مشركين ولا نحنا شعيفنا بنعبدانا في صنم يا شيخنا الموضوع ما كده الموضوع إنه إت التوحيد دا راس ما لك والشيطان ممكن يخش عليك بقي ابتجاه وممكن يضيعك في آخر محظة تعرف الشيطان دا ممكن اللي بتلك في الدقيقة تسعين يدخل فيك ضرب الجزاء خلال موضوعك انتهى خلاص والله اللي بتلك في الدقيقة تسعين تكون إت ماشي على الموت يا أخي الشيطان جلل إمام أحمد خليك من الساكن اللي بقى في القلعة وعدي حياتك كلها تنبات دا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رجل مقياس للعلم وإمام دار يموت الشيطان جاو لقاو بيستغفر وبيشهد قال يعني الناس اللي بيروه عنه ولده قال سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول لا ليس بعد لا ليس بعد الناس بيقول لا إله إلا الله يقول لا ليس بعد ليه هم بتكلم معهم دا الشيطان دا الشيطان جايو يقول له خلاص ربحت يا أحمد نجوت مني يا أحمد تمركت مني نجوت مني يا أحمد يقول له لا ليس بعد دا الإمام أحمد خليت قاعد لي بيحق في الجامع ما عملت خير ذاتك للأمة قاعد كلها عكاس علقوا الورقة هناك وقف الجنيات اللي بتكلموا دين وهت تلقى عارض وبعده يقول لك نحن موحدين ولا نظام زي ده ماذا لن نتاني إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبنيا أن نعبد الأصنام ياخد كلام عجيب شوف كان بيدعو الأولاد وبيشنو يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الإمام محمد عبدالوهاب عليه رحمة الله كان يدعو بهذا الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء العلماء قالوا ربنا جعل في ذريته دعوة التوحيد وجعل في ذريته العلماء للليلة دي أي عالم تسمع آل الشيخ ده من ذريته قال الشيخ ده قالوا منه قالوا المكاشفي آل الشيخ ده محمد عبدالوهاب أي اسم تسمعه آل الشيخ ده محمد عبدالوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء كان بيدعو بهذا الدعاء